اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل اصلا معرفتش ربي دي جملة كل الامهات على مر العصور بيقولوها لولادهم لمجرد حتى ممكن ان ابنهم او بنتهم ما يسمعوش الكلام مرة لازم كلنا نكون سمعنا الكلمة دي اصلا معرفتش ربي لكن دلوقتي في مبادرة اسمها عرفت ربي دي واحدة من المبادرات اللي هدفها انها تعرف الاسرة والاهل ايه الادوات اللي ممكن نستخدمها مع اولادنا وبناتنا عشان ناسس جيل واعي خالي من اي مشاكل نفسية هنتكلم عن المبادرة عن هدفها وهنجاوب عن اسئلة كتير جدا خاصة بعلاقة الاب والام بي اولادهم مع ضيفتنا شيرين لويس الاستشاري النفسي والتربوي اللي من ورانا فيه صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك صباح الخير صباح الخير على حضرتك محقنا في الكلمة دي صح؟ كل الناس سمعت الكلمة دي صحنا معرفتش رب ما هي الكلمة دي هي السبب في ان المبادرة يكون ده اسمها يعني لانه ده اللي طول الوقت بنسمعه من كل الامهات وكننا عايزين بقى نبقى إيجابيين خلاص ما نقولش الكلمة دي تاني لأولادنا فكانت هي السبب ان المبادرة تسمى عرفت ربي فيها خطورة الكلمة دي؟ بالتأكيد فيها خطورة لانه بقى عندنا مفاهيم كده عن التربية باننا لازم أولادنا يسمعوا الكلام لازم يعملوا كل اللي احنا عايزينه وفي حالة انهما ما عملوش اللي احنا شايفينه بالنسبة لهم فبالتأكيد بنبقى على طول راحين للتجاه ان احنا اكيد معرفناش نربي لمجرد بس انهما عايزين يعملوا لهم ما عايزين يعني زي ما شازلي قال ما عرفتش ربي دي كلمة نازلة ديفولت عند اي أمة مصرية وحتى على فكرة اللي بيحاولوا يربوا زي ما بيقولوا التربية الحديثة يمكن كمان غصبا عنهم ساعات كتير بتطلع منهم فعملتي المبادرة دي وقلتي اتدفع منها ان احنا نغير المفهوم ده لقيت بقى ردود الفعل اللي عاملة ازاي هي ردود الفعل حقيقة كانت ايجابية يعني طبعا فيه اوقات كتير ناس بتاخد الكلمة وبتقول دايما زي ما بتدينا كده انه او انا معرفتش ربي بس كمان بعد شوية لا الحاجات بتدت تكون رايحة في الاتجاه الايجابي انه ما فيش مشكلة ان احنا نتعلم ما فيش مشكلة ان احنا نقول يلا دلوقتي هنبتدي ان احنا نربي بشكل كويس وانه اوقات كتير لأمهات يعني مش مطلوب منهم يكونوا ملايكة كمان ما بيتعصبوش مش بيتنرفزو لكن ده بيحصل اوقات المشكلة مش في حدوثه المشكلة في ان احنا نفضل مستمرين عليه ان دايب العادي طيب ايه الخطوط اللي نمشي عليها بقى عشان نحدد العلاقة ما بين الاباء والامهات دولته اولا احنا محتاجين انها تكون علاقة يعني فلحنا ما بنقول علاقة فدي معناها ان فيه طرفين الصعوبة بتحصل انه الاهل بيعتقدوا ان فيه طرف واحد انه انا اللي فاهم انا كاب وكاما انا اللي فاهم انا اللي عارف طول الوقت وانا عارف اكتر منك وانا فاهم اكتر منك فانت طول الوقت لازم تعمل اللي انا شايفه فاحنا لما بنقول اول خط هو خط العلاقة فالعلاقة دي يعني رايح جاي يعني بتكلم وبسمع مش بتكلم طول الوقت ومش بنصح طول الوقت بس محتاج ان انا اسأل طب انتو عايزين ايه انتو محتاجين ايه لانه قوات كتير الاولاد محتاجين حاجة غير اللي احنا بنقدمها لهم خالص يعني طيب انا هقول الحاجة ان انا كل مرة في فقرات زي دي بلعب دايما دور الابن خليني لان انا الفترة اللي فاتت لمعات مع اهالي كتير كنت بسمع هما بيشتكوا ازاي من اولادهم فمش اولادهم هما بس في التواصل يعني هي يمكن المشكلة الكبيرة انه التواصل بعض بيقول انه مش عارف اتكلم معاهم مش بيسمعوا مش بيستقبلوا مني كلام لو انا قلت لهم على حاجة انا عارف ان في مصلحتهم دي مش راضين يسمعوا الكلام خليني اتكلم حتى على مثال بسيط وهو الاكل دايما عايزين يأكلوا الاكل اللي مش صحي وما يأكلوش الاقوي يبتدي يدخلوا هما الاثنين فعند فازاي التواصل داي يكون بطريقة متحضرة في نفس الوقت هما الاثنين يوصلوا البعض بحب احنا بنبتدي الحكاية من بدري اوي يعني بنبتدي الحكاية من اول ما الطفل بيتولد محتاجين نبقى بنعمل نظام وسيستم بيقول احنا هنعيش حياتنا ازاي الصعوبة بتحصل فين الصعوبة بتحصل انه اوقات كتيرة كامهات بيستسهلوا فحتى في فكرة الاكل في فكرة ان احنا نفوت حاجات انه لو انا النهاردة تمام مش فاضية او دماغي قلاص مش رايقة فبنعد نفوت شوية حاجات كده صغيرة فالطفل بيفهم انه مفيش قواعد واضحة فبيفهم انه ان احنا بنفوت او بنعمل حاجات في النص دي حاجة عادية طيب هو خلاص حصل يعني جينا فوتنا واغلتنا وإحنا وصلين لنقطة ودلوقتي اولادنا كبار برضو محتاجين نقول انه التغيير في البني ادمين بيحتاج وقت فاللي حصل على مدار سنين مش هينفع نبقى بنصلحه في كام يوم او في كام اسبوع فقواد كتيرة اهل بمجرد ما بيسمعه مثلا ان احنا طب نتعامل نتكلم فيلا خلاص المفروض ان انا لما هبتدي اتكلم فهو لازم يبقى الطفل بيتجاوب معي وهو الطفل ده وصل عمره تسع او عشر سنين لا بنقول ان الحكاية بتاخد وقت فاحنا محتاجين نحاول ما فياش اي مشكلة انه انا ببتدي دلوقتي ان انا باخد القرار ان انا محتاجة يكون عندي علاقة بأولادي وانه لو في حاجات في الطول السنين دي بازت محتاجين بنقول ان احنا طب نصلحها بس بتاخد مننا وقت والموضوع محتاج صبر والكلمة دي لانا دايما بقولها الامهات على طول بيقول لي اه هو ده بالزبط اللي احنا محتاجينه بس احنا فعلا محتاجين ناخد وقتنا ناخد وقتنا في التغيير لانه كل حاجة في التغيير بتاخد وقت عظيم طب لو انا ابني بيسمع كلامي في كل صغيرة وكبيرة هل ده معنى ان انا عارفت ربي ولا كده انا افرادت ارادتي وتفكيري كله عليه فبالتالي هو مش يطلع صاحب قرار ده معنى انك تقلق عليه يعني لو بيسمع كلامي في كل صغيرة وكبيرة اقلق عليه في كل اللقاءات اللي بتقابل فيها مع الامهات بقول لهم احنا بنقلق على مين على انهي طفل بنقلق على الطفل اللي بيسمع الكلام طول الوقت ولا الطفل اللي انتوا دايما بتشتكوا انه هو عنيد ودماغه نشفة وكده فدايما بيتقال لي لا انا بقلق على اللي بيسمع الكلام عشان اللي بيسمع الكلام ده عنده قابلية انه هيسمع كلام اي حد عنده قابلية انه يتعرض للأذى وعنده قابلية انه لما يكبر هتبقى انا اللي بختار له الجامعة بتاعته بعد ما بيخلص الجامعة انا اللي بختار له شغله هو تعود انه هو بقى تابع خلاص بالضبط بعد ما بيقاء يعني عايزي يرتبط أنا اللي بختار له شريك أو شريكة حياته وهو هيفضل طول الوقت معتمد علي وأنا مش موجود طول الوقت ومش هينفع يكون موجود طول الوقت لأن الحياة بتدي معطيات تانية فهي فكرة يسمع الكلام دي دي قضية كبيرة كيف نفضل نتكلم عليها أنه هو مش بالضرورة يسمع الكلام إحنا مش في خناقة مين يمشي كلمته على التاني يعني يسمع الكلام دي لو إحنا جايين قصاد بعض وأنا بقوله في عربيتين وإنت أرجع وإنت أرجع دي لكن أنا برضو بحكم خبرتي في الحياة مش أكتر يعني يعني أنا لما بقوله اسمع كلامي بقوله اسمع كلامي بحكم خبرتي في الحياة أن أنا عندي تجارب في الحياة أكتر منه فخيف عليه أولادنا دلوقتي بيعرفوا حاجات أحسن مننا وهم أشتر مننا في حاجات كتير يعني ابن حضرتك لو كان عمره مثلا ستة أو سبعة أو ثمان سنين هو يقدر يعمل لك برنامج كامل على الكمبيوتر أنت ما تعرفش تعمله هو يقدر يبقى بيذاكر برمجة بشكل تكنولوجي كويس جدا إحنا مش نعرف نعمل له فالفكرة فكرة الخبرة والعمر خبرتك أنا دايما بقول كده لأهل خبرتكم بتعنيكم بمفردكم مش بتعني أولادكم أولادكم محتاجين يعيشوا حياتهم وخبراتهم هم هم محتاجين يكونوا خبراتهم وتجاربهم وأخطأهم لكن خبراتهم الحياتية أنا مش بتكلم عن كده خبراتهم الحياتية يعني أنا موافقها في مسألة التكنولوجيا هم فعلا لو عندهم عشر سنين يقدروا يعملوا حاجات على الكمبيوتر واللاتوب والحاجات دي وعلى فكرة ده كان جلنا كمان مع أهلنا نفهم حاجات أكتر من أهلنا في الحتة دي لكن لغاية النهار ده مع سني ده أنا لسه برجع لأهلي في حاجات كثيرة عوي حياتي لكن بعد أكيد يعني تجارب كثيرة أخطأت أنا فيها فبعدين دلوقتي فهمت أنه أهلي هم الممكن أسألهم في الحاجات دي طيب أنت عاملة مبادرة اسمها عرف تربي في وجهة نظرك يعني إيه عرف تربي؟ الأم إزاي تبقى عرف التربي؟ عرف التربي دي يعني إحنا عندنا شوية طرق وأدوات لتربية غير عنيفة مش بتعتمد على العنف ولا على العقاب في تربيتها لكن هي بتعتمد على أنه على الحوار وعلى التفاهم وعلى الخبرة اللي بيعيشها الطفل أن إحنا نكون بنعيشها معاه فعرف التربي دي معناها أني عندي طفل عنده شخصية مستقلة قادر ياخد قراراته بنفسه وقادر يرجع لي وقت ما بيحتاجني وقت ما هو بيقول أنه أنا محتاج لده ووقت ما بيكون رجوع لي هو في طلب النصيحة وهو في الآخر بيختار قراراته بنفسه لأنه هو شخص مستقل عظيم عرفت يا ربي زي قدرت تعالج مسألة الغيرة بين الإخوات والأطفال ومسألة الطفل العنيد لكل الناس بتشتكمل احنا بس تعاملنا مع الغيرة أوقات كتيرة بيكون تعامل مش إيجابي يعني أوقات بنعتبر أن دايما الغيرة على طول الوقت هي مشايعة للسلبية وبننفي على الطفل حق شعوره بالغيرة من مثلا وجود أخ أو أخت لي في جديد أو وجود ده حقه حقه يغير ده حقه يعني وإحنا لما بنقر بالحق ده ده بيهدي حوالي 50% من إحساس الطفل اللي بيصعب الحكاية وكأننا بننفي على الطفل يعني أنه يعيش مشاعر معينة فإحنا لما بنتكلم عن مسألة الغيرة خصوصا بنقول للأهالي حاولوا تكونوا تحطوا نفسكم مكان الطفل وحاولوا تقروا كده أنه أنت من حقك تحس باللي أنت عايز تحسه الاهتمام كان بتاعك أنت الوحدة ده دلوقتي الاهتمام موزع عليك أنت وأخوك فبالتالي من حقك أن أنت تغير بالضبط وإنه لو كنت مكانك كنت هتدايق بس تعالى دلوقتي أقولك أنه أنت بقيت كبير بتعرف تعتمد على نفسك وتعمل حاجات بنفسك بس يمكن أخوك أو أختك هو محتاجني أكتر لأنه أنت كنت في نفس المرحلة العمرية محتاجك أنت تمان تعلمه بالضبط طفل صغير عشان يبقى متحمس لأخوه أو أخته وأوقات كتيرة كمان بنصح الأهل أنه هو يختار يعني هو اللي يختار مثلا اسمه يعني هو اللي يسميه هو اللي بيختارله ولبسه هو اللي بيعني أن المهام بتاعة الطفل اللي لسه جاي ده مشركه فيها نبقى بنقول أنه هم توزع علينا كلنا فأنت هتبقى إيه مهمتك؟ ده بيقلل كتير من إحساس أنه الطفل حس أنه في حد جاي أخذ كل الاهتمام ده ما كانه وهو بيكون عنده حق هو لسه مش قادر يتعامل مع المشاعر دي يمكن دورنا أكتر أن إحنا نعلمه يتعامل مع مشاعره دي أكتر ما نعلمه أنه يرفضها أو يجتمها أو ما يعبرش عنها بدفع أنه دي حاجة عيب اللي عنيت بقى اللي كنت بتسأل عليه العند ملوش غير طريقة واحدة يتقابل بها هي طريقة الحوار والتفاهم وطريقة أنه أنا برجع المسؤولية للطفل يعني حتى لو دايماً بتكلم عن فكرة العقاب أنه أنسب طرق العقاب أنه الطفل يكون بيصحح خطأه يعني زي ما بنقولها كده بالبساطة أنه لو بيكتب على الحيطة دي مسؤوليتك أنك ترجع تنظفها لأنك أنت بوسطه وها كانت سليم ففي العند كمان ما بينفعش يتقابل بعنده قدامه لأنه ده بيخلي الطفل يزود في الحكاية وفي خناية العندي دي إحنا لما بندخلها ما بنشوفش غير كل حاجة سلبية فمهما الطفل عمل من حاجات كويسة ما بعرفش أشوفها لأن أنا بعلق على كل ما هو سلبي بس لو جربت أن أنا أتكلم أتفاهم وأركز بقى على الإيجابي حتى لو كان أتلكك عليه زي ما بقول دايما هلقى الطفل أنه هو لوحده عنده رغبة في أنه يرضيني على الفكرة واش قصد يدايقني ومش جاي الدنيا يعذبني يعني فهيبقى بيعمل كده فعلا شيرين صح حيلي لو أنا مفهومي غلط بس أنا بحس دايما أن الأم لازم والأب طبعا لازم يبقى دورهم في النشأة للطفل أنهما دايما يدولوا برسائل إيجابية عن نفسه فقط بالتأكيد فقط ما يفعش أن أنا أنتقدوا بالتأكيد هل أنا صح ولا غلط في حاجة زي دي بالتأكيد إن صح ما في المية والصعوبة كمان اللي بتحصل ودي بقولها حتى الأمهات كثيرة أنه لما بيتكلموا عن الطفل بطريقة صلبية قدام الناس ده يعني دي أكتر حاجة بتكسر الطفل وبتحسسه أنه هو يعني شخص مهزوز جدا وأنه هو مش عارف يعمل أي حاجة كويس ودي حاجة بقى بتخلي أصلا العلاقة تبوز كده مننا خالص بس لما بدي رسائل إيجابية ده دايما بيحسسه أنه هو يقدر والطفل دايما بيديني اللي بتوقعه منه كل ما توقعت منه الإيجابي كل ما الدهولي عارفة اللي كان بيتقلني زمان كده أنه كل ما قلت للطفل أنت غبي هيبقى فعلا كده لأنه هي خلق هي كده كده شايفاني كده لكن لو أنا بقوله أنه أنت بتقدر أنت شاطر هو هيبقى كده علشان ده توقعي أنا منه طيب الأمهات إزاي استفيدوا من المبادرة بتاعتك؟ المبادرة موجودة هي يعني هي ابتدت بصفحة على الفيسبوك وخصوصاً ابتدينا في 2020 وقت ما كنا كلنا في البيت في الحزر وده كانت وقتها كانت عليها حاجات كتيرة فهي الصفحة عليها محتوى تربوي كتير اسمها عرفتها ربي برس اسمها عرفتها ربي على الفيسبوك وهي الطريقة اللي بقي أن نتواصل بها خلاص مع الأمهات في فيديوهات كمان على اليوتيوب موجودة باسم عرفتها ربي 50 حلقة وليس عندنا حلقات تانية تطلعها جديدة وهي طول الوقت التواصل على السوشيال ميديا أنا موجودة يعني برد وبتواصل بطلع لايف كل فترة قريبة عشان نبقى بنرد دايما على الأسئلة اللي بتيجي على الصفحة ويمكن هي دي الطريقة اللي دلوقتي معظم الناس بتتواصل بها خلال عن طريق طبعا مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكي شيرين لويس الاستشاري النفسي والتربوي مبادرة مهمة جدا ومفيدة جدا ونحن بنحس كل الأمهات أن هم أكيد يتفاعلوا مع المبادرة دي عشان نعرف نربي ونقول عرفتها ربي في الأخير شكرا جزيلا كليكي مشاهدين للكرام كده خلصت حلقاتنا مشكر حضراتكم على المتابعة بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس المعادة وصباح جزيلا فرم صباح الخير على حضرتكم شكرا جزيلا